بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بالطلابي طلاب الصف السادس ابتدائي أرحب بكم أنا المعلمة إناسي مطيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية اليوم بإذن الله نستكمل درسنا السابق في مادة العلوم تعرفنا في الدرس السابق على إعداد وجبة غذائية متوازنة أهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على كيفية إعداد وجبة غذائية متوازنة الأهداف التعليمية للدرس أن يعدد الطالب والطالبة مجموعات الغذاء أن يذكر الطالب والطالبة معنى الوجبة الغذائية المتوازنة أن يذكر الطالب والطالبة أهمية الغذاء الصحي المتوازن أن يعد الطالب والطالبة وجبة غذائية متوازنة نستمع إلى القصة مع المعلمة جلست العائلة لتناول وجبة الغداء طلب محمد من والده أن يضع له البطاطس المقلية فقط قال والدي أنا أريد أن أتناول البطاطس المقلية فقط قالت له أخته سارة لقد زارنا اليوم طبيب في المدرسة وتحدث إلينا عن الغذاء الصحي المتوازن وأهمية عليك يا أخي أن تتناول مجموعة غذاء يحتوي على المجموعات الغذائية المتنوعة عليك أن تتناول اللحوم والأرز الخبز الخضار الفواكه علينا أن نشرب الحليب والماء ونمارس الرياضة يوميا إذن تعرفنا في القصة السابقة على أهمية الغذاء الصحي طلب الطفل من والده أن يعد أن يتناول طعام البطاطس فقط ذكرت له أخته أنه يجب عليه أن يتناول الغذاء الذي يحتوي على مجموعات الغذاء مثل ماذا؟ مثل مجموعة اللحوم ومجموعة الحبوب الفواكه الخضار الحليب ومشتقاته والدهون والسكريات عليه أيضا أن يشرب الماء بكثرة وأن يمارس الرياضة يوميا لماذا؟ لكي يحافظ على صحته ونموه بشكل سليم بإذن الله ما معنى الوجبة الغذائية المتوازنة؟ الوجبة الغذائية المتوازنة هي الوجبة التي تحتوي على كمية متوازنة ومتنوعة من الغذاء الصحي وفق مجموعات الهرم الغذائي حسب احتياج الجسم نرى هنا الهرم الغذائي ما هي مجموعات الهرم الغذائي؟ مجموعات الهرم الغذائي ست مجموعات مجموعة الحبوب، الفواكه، الخضار، اللحوم، والحلويات أو الدهون والسكريات إذن الوجبة الغذائية المتوازنة هي الوجبة التي تحتوي على كمية متوازنة ومتنوعة من الغذاء الصحي وفق مجموعات الهرم الغذائي حسب احتياج الجسم ما هي مجموعات الهرم الغذائي؟ المجموعة الأولى هي مجموعة الحبوب من الأمثلة عليها الأرز، الماكرونة، الخبز، القمح، الشعير مجموعة الحبوب في قاعدة الهرم المجموعة التي تليها هي مجموعة الخضروات نذكر منها البطاطس، البازلة، الفلفل، الجزر، البصل، الخيار، الطماطم المجموعة التي تليها هي مجموعة الفواكه من الأمثلة عليها على سبيل المثال التفاح، البرتقال، العنب، البطيخ، الأنناس، الكومثرة المجموعة التي تليها هي مجموعة الحليب ومشتقاته من الأمثلة عليها الزبادي والحليب والجبن تليها مجموعة اللحوم من الأمثلة عليها اللحوم الحمراء والأسماك والدجاج في قاعدة الهرم مجموعة الدهون والسكريات ما هي أهمية الغذاء الصحي المتوازن؟ لماذا نتناول الغذاء الصحي؟ ماذا يعطينا الغذاء الصحي المتوازن؟ الغذاء الصحي المتوازن يشعرنا بالنشاط والحيوية نستطيع أن نؤدي العبادات نستطيع أن نتعلم وأن نلعب كيف نعد طبق غذائي متوازن؟ نحن نحتاج يوميا إلى ثلاث وجبات رئيسية ما هي الوجبات الثلاث؟ وجبة الفطور، وجبة الغداء، ووجبة العشاء يجب أن نتناول هذه الوجبات يوميا في كل وجبة من هذه الوجبات يجب أن نأخذ حسب احتياج أجسامنا غذاء متوازن من مجموعات الغذاء من الأمثلة على مجموعة الحبوب أولى المجموعات الغذائية توجد الماكرونة والعدس والأرز أيضا الخبز من الأمثلة على مجموعة الحبوب المجموعة التي تليها مجموعة الخضار من الأمثلة عليها الباذنجان، الفلفل، الليمون، الجزر، الكوسة، والطماطم هذه أمثلة على مجموعة الخضار المجموعة التي تليها هي مجموعة الفواكه من الأمثلة عليها الموز، العناب، الكومثرا، والبرتقال أيضا من الأمثلة على مجموعة الفواكه تناول العصائر الطبيعية نأخذ احتياجنا على شكل عصير طبيعي مثلا بدلا من تراول الفاكهة بشكل مباشر تليها مجموعة الحبوب، مجموعة اللحوم مجموعة اللحوم مثل اللحوم الحمراء، مثل لحم الأبل، والغنم، والبقار الدجاج، والسمك هذه أمثلة على مجموعة اللحوم المجموعة التي تليها هي مجموعة الحليب من الأمثلة عليها اللبن، والحليب، والأجبال هذه من الأمثلة على مجموعة الحليب ومشتقاته المجموعة الأخيرة تحتوي على الحلويات والدهون نذكر منها زيت الزيتون وزيت السمسم من الزيوت الطبيعية التي يحتاج إليها الجسم الآن نعد وجبة غذائية للفطور نستطيع أن نتناول عصير والخبز والجبن قد نتناول أيضا شرائح من الطماطم هذه الوجبة، وجبة غذائية جيدة وصحية متوازنة لماذا؟ لأنها احتوت على مجموعة الفواكه، مجموعة الخضار، مجموعة الحليب منها الجبن، ومجموعة الحبوب، مثال عليها الخبز نعد وجبة للغداء وجبة الغداء فيها مثلا دجاج وأرز شرائح من الجزاء وفاكهة الموز نتناول معها كوب من اللبن هذه وجبة غذاء متوازنة هذه وجبة غداء متوازنة والصحية لماذا؟ لأنها احتوت على كميات متوازنة من جميع عناصر مجموعة الهرم الغذائي مثل ماذا؟ الأرز من مجموعة الحبوب من مجموعة الخضار، الجزر من مجموعة الفواكه، الموز ومن مجموعة الحليب ومشتقاته، اللبن ومن مجموعة اللحوم، الدجاج أيضا لإعداد هذا الطبق نستخدم مجموعة من مجموعة الدهون، الزيت نعد وجبة العشاء من الأمثلة عليها تناول السمك، والمكارونة، والكوسة مثلاً، والكميثرة من مجموعة الفواكه أيضا نستطيع أن نتناول العصير معها هذه وجبة عشاء مثالية وصحية ومتوازنة لماذا؟ لأنها احتوت على جميع مجموعات الغذاء مجموعة الغذاء التي هي من مجموعة الحبوب، المكارونة، مجموعة الخضار، الكوسة، مجموعة الفواكه، الكوميثرة، مجموعة أيضاً العصير، ومجموعة اللحوم، الأسماك نضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية يمكن الاكتفاء بتناول الخضار والفواكه يومياً للوصول إلى وزن مثالي هل هي عبارة صحيحة أم خاطئة يا طلاب الصف السادس؟ أحسنتم عبارة خاطئة لماذا؟ لأننا نحتاج إلى أن نتناول جميع مجموعات الهرم الغذائي بكميات متوازنة العبارة التي تليها الطعام الصحي يقصد به الطعام الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية المفيدة عبارة صحيحة العبارة التي تليها يمكن إلغاء وجبة الإفطار فهي غير ضرورية في كل يوم إجابة خاطئة يجب أن نتناول جميع الوجبات الرئيسية العبارة الأخيرة الطعام الصحي يزود الجسم بالطاقة والنشاط ويساعد على النمو السليم عبارة صحيحة باستخدام استراتيجية فكر شارك زاوج نقوم بإعداد وجبة غذائية من مجموعة الحبوب الأمثلة عليها الماكرونة من مجموعة الفواكه الموز من مجموعة الخضار الطماطم من مجموعة اللحوم الدجاد من مجموعة الألبان الحليب ومجموعة الدهون والسكريات نترى وصلطة الفواكه نقوم بالتصنيف الأغذية حسب مجموعات الهرم الغذائي عندي زبادي من أي مجموعة؟ أحسنتم من مجموعة الحليب ومشتقاته هنا نرى الدجاج الدجاج من أي مجموعة؟ من مجموعة اللحوم الخيار من أي مجموعة يا طلاب الصف السادس؟ أحسنتم من مجموعة الخضار البطيخ من مجموعة الفواكه العدس من مجموعة الحبوب زيت الزيتون من مجموعة الدهون والسكريات وصلنا إلى نهاية درس إعداد وجبة غذائية متوازنة تعرفنا على طريقة إعداد وجبة غذائية متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية كانت معكم المعلمة إناسي طيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية دمتم بحبظ الله